اشتركوا في القناة أتممنا ولله الحمد بالأمس والقسم الثالث والقسم الرابي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بكرنا أن القسم الثالث أورد في المؤلف رحمه الله تعالى بطلان عبادة ما سوى الله بطلان عبادة الأصنام بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الباب الأول نعم 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 a falsehood of worshipping idols and prophets and this is in the first chapter ولو بطغة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام غيرهم باب هولا and if worship of the prophet صلى الله عليه وسلم is false then worshipping anybody besides the prophet صلى الله عليه وسلم is even more false الثاني بطلان عبادة الملائكة ثم الثانيًا فالفلسة للتعبير الأمم أخوانا قرب علينا قريبا ثم لا أحد يأكل يشرف ثم أحد يأكل يشرف نعم نبههم شيري قالوا لأقرب ونبهش بيأتنا ونبهش بيأتنا في المسلم إذا في الباب الثاني في الباب الثاني في الباب الثاني بيأ المؤلف رحم الله تعالى بطلان عبادة الملائكة وأنهم يخافون ولو بطلت عبادة الملائكة عليهم السلام غيرهم باب أولا نعم في الثاني وثم في الباب الثالث بيأنت أن الشفاء حق لله وأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الاصنام في أن تشفع فبطل شفاعة هذه الأصنام والمعبودات التي يتعلق بالكفاء ونبي عليه الصلاة والسلام لا بدأ بالشفاعة حتى أتل إذن من الله ولا يشفع إلا في أهل الإخلاس والتوحيد وفي الباب الرابع وهو الأخير في هذا القسم بيّن بطلان الهداية أن لا أحد يستطيع إدخال أحد في هذا الدين والذي بهذه هداية الخلق هو الله سبحانه وتعالى أي هداية التوفيق وفي الباب الرابع في هذا القسم وهو الأخير الأخير المسؤول يتكلم أن الهداية هو فقط من الله ويوجد أحد يستطيع إدخال أحد يأتي إلى المعبودة ويستطيع إدخال الله وهذا هداية التوفيق نعم هذا والله أعلم ما يتعلق به هذا القسم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فهو المنفرد بالربوبية لا أود أن يفرد بتوحيد الألوهية نعم so this is what relates to this third section of Kitab al-Tawheed that there is nobody worthy of worship except Allah and that all worship of the other deities is falsehood so if we single out Allah subhanahu wa ta'ala in his rububiyyah that he is the Rabb and he is the Lord and he is the creator and he is the provider then we have to also single him out in his uluhiyyah that we worship him alone القسم الرابع and then in the fourth section of this book Kitab al-Tawheed the author rahimallah he mentioned the reasons or the causes of shirk and people falling into shirk in order that we could stay away from them ذكرنا أن المؤلف رحم الله تعالى ذكر ثلاث أسباب ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الطرق وما ترك شيء أقرب إلى الله إلا ومر به ولا شيء أقرب عن الله إلا ونهى عنه نعم and we mentioned that the author in this section he mentioned three specific or three main reasons for why or why shirk or kufr occurs shirk occurs in this ummah and then he mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم he came in order to stop and prevent all of these reasons في الباب الأول بيّن أن أخطر الأسباب وأول الأسباب وأول شرك حدث في الأرض في قوض نوح عليه الصلاة والسلام so in the first chapter of this section the fourth section of the book he mentioned that the main reason and the first reason and the most important reason why this occurred the shirk occurred it occurred in the time of the people of نوح عليه الصلاة والسلام عندما غلوا في الصالحين when they had a غلو in the righteous people i.e. they were extreme and they used to exaggerate in the praise of the righteous people صوروا تماثيلهم so they made images or statues of them وعكفوا على قبورهم and they used to stay and devote themselves to their graves وفقد العلم and then knowledge was lost ثم بيّن في الباب الثاني أن القبور لا يصنع عندها أي شيء من العباد إلا الزيارة الشرعية فقر and then in the second chapter of this section he mentioned the sheikh mentioned رحمه الله that no aspect or no act of worship should ever be done or performed near a grave and the only exception is the زيارة الشرعية a legislated Islamic form of visiting the graveyard وبهذا نعلم أن من أسباب وقوع الشرع في الأمة أن نجعل شيء من العبادات عند القبور هذا إذا كانت العبادة لله فما بالك إذا كانت العبادة لغير الله and by this we know that one of the reasons or the causes of shirk appearing in this أمة is for people to go worship الله near in the graveyards or near the graves and this is in the case that a person worships الله near the graves so how about those people who are going and worshipping the inhabitants of the graves in the graveyards ذكرنا أن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام and we mentioned visiting the graveyards is of three types شرعية a زيارة which is visiting which is islamically legislated and from the sharia وبدعية and then one which is innovated وشركية and the other one which is a form of shirk الزيارة الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة we mentioned that the زيارة الشرعية the visiting of the graves which is islamically legislated and accepted is the one for which the person who is visiting the graves he intends to remind himself of the hereafter ولا يسافر لزيارة القبور and then the second condition is that this person doesn't take or doesn't travel the distance of a journey to go to the grave ولا يأتي بما يخالف الشرع and then the third condition is that he doesn't do anything there which contradicts the sharia يعني لا يوصل عند القبور أو يقرأ القرآن أو استغفار أو التسبيح وما إلى ذلك so a person doesn't go to the graveyard and start praying or reciting the Qur'an or making استغفار or making تسبيح and ذكر and so on and so forth and then the fourth condition of visiting the graves and then the fourth condition So we said the first condition is the first condition is that a person goes with the intention of reminding himself of the hereafter The second condition we mentioned is that a person should not travel the distance of a journey in order to go to the graveyard. And then the third condition is that when he is there, he doesn't do anything which contradicts or opposes the Sharia. And that, the fourth condition is that a person intends, through his visiting of the graveyard, that he is supplicating for himself and seeking forgiveness for himself and also supplicating for the person in the grave. So if a person goes in order to supplicate to the person in the grave, then this becomes the Ziyarah which is a form of Shirk. And if a person wants to supplicate to Allah but near a particular grave, then this becomes an innovative form of visiting. هو الغلوغ في قبور الصالحي حتى تعبد من دون الله And then the third reason of the cause for the appearance of Shirk in this Ummah is غلوغ, is people exaggerating and being extreme with regards to the graves of the righteous people. ثم بيّن المؤلف رحم الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بذل غاية الجهد في جلب المحبوب ودفع المكروم نعم And then the author, may Allah have mercy upon him, he mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم, he strived and he did his utmost in order to bring about all the benefits and repel all the harms. ثم بهذا قل الله الحمد تم القسم الرابع على ما قسمنا And then with this, with the praise of Allah, the fourth section of Kitab Al-Tawheed, we completed it as we mentioned the different sections of Kitab Al-Tawheed. ثم جاء بالقسم الخامس And then the author, he bought the fifth section of Kitab Al-Tawheed. وهذا احتوي على باب واحد And this contains only one chapter And this is a refutation of the doubt of those people who say that shirk, it will not occur in the Arabian Peninsula. لأن هناك من يقول أن هذا الذي يقع فيه بعض الناس هدان الله إياه من عبادة الأصنام وعبادة القبور والطواب حولها والدبح لها. هذا ليس من الشرك لأن الشرك لاقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Because there are some people who say, and may Allah guide us and guide them, that these actions that the people are doing in terms of worshipping the idols and worshipping the false deities, then this isn't a shirk. Why? Because a shirk will not occur in the Arabian Peninsula after the Prophet صلى الله عليه وسلم. أو قال أن الشرك لاقع في الجزيرة العربية. يقع خارج الجزيرة العربية. أما في الجزيرة العربية هذا الذي ترى ليس بشرك. يعني في الجزيرة العربية الطواب حول القبور ليس بشرك. وفي خارج الجزيرة الطواب حول القبور شرك. سبحان الله. And some of them say that that which occurs inside the Arabian Peninsula, then this isn't a shirk. وكذلك ننظر في هذا إذا كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل في الإسلام ثم طاف حول القبور أو ذبح لأصحاب القبور محبة وطعظيما فإذا كان من الأمة فهذا معنى أنه ليس بالشر وإذا كان من غير الأمة فهذا معنى أنه الشر نعم And some of them say that we look at the person who is committing this act of shir if he is from the ummah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم meaning he is somebody who has accepted Islam if now he is worshiping other than Allah or he is sacrificing for other than Allah then this isn't shir but if the same action is done by a person of kufar a person who hasn't accepted Islam then his action is his shirk ورد عليهم المؤلف رحم الله تعالى بهذا الباب and then the author may Allah have mercy upon him he refuted their doubt with this one chapter رد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة he refuted them or their doubts and arguments by bringing evidences from the Qur'an and the authentic sunnah وقجال الصحابة للمرتدين أين كان في الجزيرة العربية نعم and also the fact that the companions they killed those people who left Islam afterwards where was this it was in the Rabin peninsula وذكر أيضا أن الأئمة الأربعة وفي كل مذهب من المذاهب يذكرون العلماء رحمه الله تعالى الشياء يكون بها الإنسان مرتد حتى وإن كان في الجزيرة ومن هذه الأمة نعم and also he mentioned how the four imams and the imams of fiqh and the madhahib how all of them mentioned in their books of fiqh the reasons or the ruling of a person who leaves the fold of Islam and this is where even in the Rabin peninsula هذا والله علم ما تعلق بالقسم الخامس الرد على من يقول أن الشرك لاقع في الأمة أو في الجزيرة العربية نعم ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم السادس الأعمال الشيطانية نعم and then after this the author he mentioned the sixth section of kitab التوحيد and that is the actions of shaytan or the satanic actions وذكر في هذا القسم السحر and he mentioned in this section magic ما علاقة السحر بالتوحيد so what is the link or the relation between magic and التوحيد so what is the relation between السحر and kitab التوحيد magic and kitab التوحيد what is the relation between both ما العلاقة العلاقة أن الساحر عبد عند الشيطان ويريد أن يعبد الناس عند هذا الشيطان نعم تعال هنا so the relation between magic and between التوحيد or kitab التوحيد is that the magician he is a slave of الشيطان and he wants to enter people into the slavery and the worship of الشيطان فأكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله عن طريق السحرة and therefore the biggest avenue of calling the people towards a ship are the magicians طيب كيف نعرف الساحر how do we know who a magician is نعرف الساحر بأمور منها إذا اختل شرط من شروط الرقية الثلاثة التي تقدمت معنا so we know that a magician there are certain indicators for a magician from amongst them are the conditions that we mentioned regarding الرقية if we find a person doing الرقية and he doesn't fulfill one of these conditions that we mentioned yesterday then we know that this person is a magician أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة وبأسماه الله والصفات so the conditions of the Islamic رقية as mentioned yesterday is that firstly this رقية this recitation or incantation must be from the Quran or the sunna or mentioning the names and the attributes of Allah in a supplication فالساحر نصدى الله عفه السلامة لا كتاب ولا سنة ويأتي بأسماء شياطين لا بأسماء إلا سبحانه وتعالى يعني ينادي بأسماء ليست من أسماء إلا هذا معنى أنه ينادي الشياطين so the magician and we ask Allah for safety neither does he bring anything from the Quran nor from the sunna and instead of calling by the names of Allah instead he calls by other names and these are the names of شياطين so this shows that he is calling شيطان أن يتكلم أو تكون الرقيا بكلام معلوم مفهوم مسموع and we mentioned and then the third condition is that a person has to believe that this رقيا in itself is only a means which Allah has placed ثم تعتقد أنه سبب فالشيطان يجعلك تعتقد فيه النفع والضغم نعم so we said that we have to believe that this رقيا it's only a means and it is Allah who really benefits or harms the magician he comes along and he wants you to believe that the رقيا itself is the one that affects and brings about the good or repels the harm فالشاحر يخوفك ويجعلك تتعلق فيه أكثر من كوني سبب فيقول لك هذا السحر الذي بك سحر خطير ولا بد أن تعجل نعم وعنى غير مسؤول يعني بعد ثلاث شاعات مثلا نعم so the magician he wants to try to make you dependent on on these things so he says to you that this magic which is upon you now is something which is very very dangerous and you have to quickly sort it out and after three hours I'm not going to be here من علامات الساحب التفريق بين المرأة وزوجه so from the indicators of a person being a magician is that he tries to cause differences or separate between a husband and his wife or or also the opposite that he tries to bring two people together and tries to make them love each other whether it's his wife or somebody else and also from the indicators or the signs of a magician is that he makes knots he makes knots in strings or clothing and then he blows or spits over them and allah says in the quran ومن شر النفاتة في العقاد and also seek refuge in allah from the evil of those people who tie knots and they blow over them and also from the indicators of a magician is looking towards the stars or astronomy and also from the indicators of a magician is that he tries to inform you of those things which are inside you so he says that right now you are thinking about such and such or you love a particular woman for example كذلك من علامات الساحب أنه يسأل عن اسم الأم and also from the indicator of the signs of a person being a magician is that he asks regarding the name of the mother name of your mother يأمر المريض بأشياء محرر he orders the ill person to do things which are impermissible which are حرام وينهى عن العبادات وعن الطاعات and he prevents him or he warns him from doing acts of obedience and worship يعني يقول له لا تصلي so he'll say to him don't pray وعندما تأكل لا تسمي وعندما تأكل لا تسمي ولابد أن تذبح بدون ذكر تسمية ولابد أن تذبح بدون ذكر تسمية ولا تغتسل من الجنابه ولا تغتسل من الجنابه and also when you are in a state of major impurity then don't perform غسل وأحيانا يطلب منك مال أحيانا and sometimes sometimes he'll request money off you ولكن أحيانا أخرى لا يطلب منك مال but sometimes he won't ask for money لأنه يريد أن يعبدك عند الشيطان because he wants he wants to take you to the slavery and the worship of الشيطان أو أو لا يطلب منك مال مباشرة يعني لكن يطلب منك صنع الشياء تعجز عنها وهو يصنعها لك بمال أو أو he doesn't want to take money off you straight away but he does certain things أو he asks for certain things which you're not able to do and then he does these things which then you have to pay for يعني أقول لك هذا السحر الذي بك سحر خطير ويحتاج في علاجه إلى فأر أعمى نعم He'll say for example that this magic that you have upon you it's something which is very dangerous and in order to kill this magic we need a rat which is blind أو قرد يتيم قرد ليس له أب 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 أو a monkey who is an awful meaning a monkey without a father فهذا المريض يقول أنا ما استطيع أن أأتي بفاق صحيح كيف بفاق أعمى أو قرد ما استطيع أن أأتي بقرد يتيم كيف أعرف أنه يتيم صحيح So then this person who is ill he says look I can't even find a rat who can see so how am I going to find a rat that is blind I can't even bring a monkey so how am I going to bring a monkey who is an orphan فهو يقول لك عندي من يأتي بهذا الفار أو هذا القر من أدغى الأفريقية لكن يحتاج إلى نقود إلى مال and then this magician will say I know somebody who can bring this rat who is blind or this monkey who doesn't have a father but from Africa or a country in Africa somewhere or a jungle in Africa but I need money for this من علامات الساحب كتابة حروف مقطعة ألف سين ها وعين هكذا from the indicators and signs of a person being a magician is that he will write letters which are individual like ألف and ها and سين and با يضع في مربعات كما ترى في بعض الخواتم عندنا and also from one of the indicators is that he places these letters in tables like you see in some of the rings that we have in tables and blocks you see certain letters وفي بعض الأوراق التي يكتبها أولا الشحرة يضع مثلثها كذا وبداخله أرقام وحروف and also in some of the papers which you will have seen that he'll draw a triangle or a shape and then split them into sections and write numbers and letters in the very sections أو يكتب آيات من القرآن وبعد كل آية حرف من هذه الحروف or for example he writes an آية from the Qur'an and after writing this آية at the end he writes a particular letter وهذه الحروف يعني كتابة هذه الحروف بعد الآيات تعني الكفر بما تقدم من آيات الصلاة والسلام and when he places a letter after the آية when he writes one of these letters after the آية of the Qur'an then what he means by this is that this آية that I'm writing then I disbelieve in it so those brothers who are sleeping in the back or sitting in the back either you come and you move forward or you go upstairs and then after this we want to know the manner of approaching a magician So we want to know how people now approach magicians in the olden days if a person wanted to try to find a magician he'd have to search and search for him whereas nowadays finding magicians is something which is very easy في القديم قلنا الساحر يكون في مكان بعيد مظلم لا رأى أحد في الغالب ولا أعرف أحد إلا قليل نعم as we said in the olden days the magician person who did magic he'd be somewhere far away in a dark place isolated and deserted لكن في هذه الأيام الإتيان للساحب يكون عن طريق القنوات التلفزيونية but nowadays in the times that we're living today then a person can find a magician in the satellite channels on the internet وساحل التواصل واتس أب ورساحل الجوال وغيرها and also these forms and media of communication like WhatsApp and the mobile forms عن طريق الجرائد والمجلات and also in the newspapers and the magazines and the journals لأن الآن في المجلة موجود في المجلة أبراج نعم because now in the newspapers or the magazines and the journals we find horoscopes ما هو برجك يقول برجي برج الحود he'll be asked what is your horoscope and this person will say my horoscope is a whale فيقرأ ما هذا يحصل له في هذا الأسبوع so then this person reads according to his horoscope what is going to happen to him in this week شراء المجلة التي فيها أبراج محرم to buy a newspaper in which there are horoscopes just to buy the newspaper or the magazine then this is حرام impermissible عندما تنظر في الأبراج لا تقبل لك صلاة أربعين يوم when you just look at the horoscopes and just read into them then your prayer is not accepted for 40 days إذا صدقت تكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثوان and if you actually believe in that which is in the horoscope then you have disbelieved with that which the Prophet صلى الله عليه وسلم came with in seconds قد لا تصدق اليوم عند القراءة لكن قد يحصل لك شيء بعد أيام تقول نعم هذا الذي قرأت قبل أيام maybe when you first read it then you won't accept or think that this is the truth but if a few days later something happens you think yes that which I read in the horoscope a few days ago it was the truth وهم يكتبوا الآن في الأبراج وفي قراءة الكف والفنجان وفنجان القهوة يقلبوا يقرأ ويقول هذا يبين لنا الأشياء التي تحدث بعد أيام and nowadays they write in these horoscopes or those people who read poems or they use the small coffee cups and they say that this shows what will happen in the next few days يذكر لك أشياء تقع لكل الناس and they only mention those things which occur with everybody يذكر لك أشياء يقع فيها كل الناس يقول تسمع خابة و سعيد بعد أيام so they mention those things or those occurrences that happen to everybody they say for example after a few days you're going to hear some good news و خبر تعيز or you're going to hear some sad news تسافر بعد أيام or that you're going to travel somewhere after a few days يحصل لك شيء من المال or you're going to come across some wealth أو فخد المال or you're going to lose some wealth هذه أشياء يعني يقع فيها الكل so these type of things it happens to everybody أو يقول بعض الناس نعم لديك مشاكل مع زوجت صحيح or they will say to some of the people that yes you have problems with your wife is this correct حال يوجد إنشان ليس لديهم مشاكل مع زوجتك و يقول نعم أعلم تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد صحيح he will say he will say that I know that on the last Eid you were arguing with your wife ما يوجد أحد لما تخاصم مع زوجتك في يوم العيد لا وجد هذا and there isn't a person there isn't a husband who hasn't argued with his wife on the day of Eid أو تأتيك رسالة عبر الجوال أو في الإيميل أو في الإيميل إذا أردت تعرف شخصيتك هل أنت عاطفي أو عصبي أو كذا ارسل لنا رسالة فيها اسمك نعم مجرد ما ترسل لهم رسالة لا تقبل لك صلاة أربعين يوم تستقبل الرسالة الأخرى منهم فيها أنك عاطفي أو عصبي أو كذا تكفر بما منزع محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني أرسل لك وكذلك أنك هذا صلاة وكذلك 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 محمد صلى الله عليه وسلم came with in seconds تأتيك رسالة إذا أردت تعرف حظك سعيد أو تعيس أو كتب لنا رسالة فيها اسمك واسم الزوجة أو الخطيبة أو العشيقة ونرسل لك ونرسل لك رسالة أخرى فيها يعني ما يكون بينكما نعم ترسل هذه الرسالة لا تقبل لك صلاة أربعين يوم تستقبل رسالة أخرى لا تقبل لك صلاة أربعين يوم ألا تستقبل الرسالة أخرى تكون بهذا نسل الله عافيه السلام كفرت بما أنزع على محمد صلى الله عليه وسلم يسمى السحر اليوم بأسماء مختلفة يعني يقول لك هذا هذه برمجة عصبية برمجة من البرامج يعني أنت الآن هنا لديك في الداخل هاردسك ذاكرة ممري نعم كل إنسان لديه في داخل ذاكرة أو هاردسك وممري نعم so the magicians or the people of magic nowadays they term magic with different names let's say for example that you as a human being up here you have a hard disk or a memory وهذه الذاكرة يعني فيها برنامج محدد معروف نعم because this is something that your brain has been programmed to do so لأن البرامج الذي في داخلك أنك إذا مشيت عمل جمغ تحرق because the program or the way that your mind has been set and programmed is that if you walk on hot coals then your feet will burn قلا بد أن تغير هذه البرمجة so what you have to do is you have to change this program which is in your mind delete أول شي نعم يسرع أول شي مسح المعلومات delete هاتقلموا أنا معا delete أول أسوى الأبقرات ولا the first thing that you have to do is delete everything which is in this hard disk up here ثم بعد هذا تنزل برنامج جديد and then after this you have to download a new program into there البرنامج الجديد في أنك تمشي على الجمغ ولا تحرق and this new program or these new calls they say that you are able to walk on hot coals and it won't harm you or affect you or burn your feet قال خلاص الآن هنا البرنامج الجديد أني أمشي على الجمغ ما أحرق so this person then says okay now that I have this new program and these new calls in my mind I'm going to walk on the calls and I won't burn تفضل امشي على الجمغ and then he says to him come and come and walk on these hot coals يمشي لا يحرق and you see the person walking on these hot coals and he doesn't burn من تحملو شياطين and what is it that is carrying him or allowing him to do this the شياطين و هو فو الحقيقة الشحر لكن غيروا الأسماء وقالوا هذه برمجة عصبية and in reality this is magic however they've named the term or they've changed the term or the name that they are using to describe this magic العاب سحرية and also games which are full of magic تعويدات يعلم الصغار الآن في أفلام كارتون تعويدات يعني أشياء يقولها إذا خاف و هو ف الحقيقة اشتعان بالشياطين and also that which is being taught to the children in the cartoons or the movies saying certain things or certain incantations when you are scared the child is taught to do this and in reality this is magic نعم لأنهم يعلم الصغار تعظيم أشياء تعظيمها كما يعظم الله سبحانه وتعالى and this is because in reality they are teaching or cultivating the children to exalt or honor certain things just as a person would exalt or honor الله مثل ما يعظم الصغار هذا سبحانه وتعالى just as nowadays the children they look at a superman out of honor and great respect and being amazed by him نعم أو غير هذا أو other than him إذن أخواننا تنوعت في هذه الأيام طرق السحر وأصبح أسهل ما يكون الوصول للسحر أو وصول الساحر إليك نعم so nowadays or our brothers the types of magic that people are using it's many different types of magic nowadays and it's very easy for a person to reach a magician and even easier for a magician to reach the people a message comes to you on your mobile phone or a phone call a particular person and the name is mentioned أبو العباس أبو العباس يقول نعم he says yes يقول نحن أخوة لك في الله نريد أن نعب لك رؤية دائما تراها the phone call will say that we are your brothers and your friends and we want to interpret one of your dreams that you're always seeing تذكر لهم هذه الرؤية لا تقبل لك صلاة أربعينهم as soon as you mention this dream to them that you want them to interpret for you then your prayer is not accepted for 40 days يذكروها لك ويذكرو لك أشياء كذا وتصدق تكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم and as soon as they start interpreting this dream of yours and they start mentioning the things in their dream and then you believe them then you have disbelieved in that which was revealed to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول أنا أعرف هؤلاء يكذبون وسحر لكن أريد أن أطيل معهم في المكالمة حتى يخسر هو أجرة المكالمة قد لا تصدق اليوم لكن يحصل لك شيء بعد أيام وتصدق وتكون بياذا صلى الله عليه وسلم كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء وطرق السحر يطول كثير جدا الساحر يكفر كفر أكبر مخرج من الملنة وقع السحر الآن ما هذا نصنع ما هذا نصنع ما هذا نصنع ما نفعله؟ رقيا الشرعية بشراطها أولاً المطلوبة الإسلامية المطلوبة المطلوبة والمقلوبة مع المطلوبة التي نضعنا الدعاء لنطلق الله استعمال الأدوية الشرعية أو المشروعة ويستخدم المطلوبة الإسلامية مثل شرب العسل مثلاً مثلاً علاج للسحر مشروع هذه هي المطلوبة من المطلوبة أما أن يعلاج السحر بسحر أو إن جاءت جاءت إلينا فتوى من أحد العلماء في جواز حل السحر أو علاج السحر بسحر نرد عليهم بأمور أو إذا كانت فتوى من أحد العلماء من المطلوبة من المطلوبة تقوم بإمكاننا مع بعض المطلوبة في الكتاب نقوم بإمكاننا أن هذا يقوم بإمكاننا يجب أن تقوم بإمكاننا لكي تقوم بإمكاننا بإمكاننا وهو ورغت بإمكاننا نظر إلى والصنة والسنة وما كان عليه السلاف الأمة تضعيف علاج بالقرآن وتقوية للعلاج بالسحر وأن العلاج بالقرآن هذا أمر يقين والعلاج بالسحر مظنون فكيف تترك اليقين إلى الظلم وأنه بيطته لática للقرآن yrنة وأنه بيطتهت قبل أنك يعيش agenda السحر الذي بحاجة للدخول ما يصنع للإلماراء؟ يصنع له السحر جديد. وبدل أن كان المريض لديه سحر واحد سال لديه أكثر من سحر. وكذلك أنه لا يمكن الساحر هذا الذي يدعي العلاج أن يقدم لك شيئاً إلا بأن تقرب شيء إلى الشيطان وهذا هو الشرك نسوى عفل السلام ثم هذا المريض إما أن يصبر ويكون له الجنة نسوى الله من فضله ويكون له الجنة نسوى عفل ويكون له الجنة نسوى الغرب أو إنه لا يصبر ويكون بهذا الشيطان وقع في الشرب أو إنه لا يصبر ويكون بهذا الجنة نسوى حفل مدى الشرب حل السحر أو علاج السحر يكون من طريقين لذلك يصبح محطة من مجدد وممنوع محطة المشروع ومحطة المحطة المشروع يصبح محطة المحطة المشروع أو بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة مثلاً وغير هذا العلاج السحر بالسحر ثم الأخرى من تحرير المباحة كشرب العسل بعد هذا نريد أن نبين من هو الساحر والعراف الذي يدعي معرفة الأشياء نعم ثم بعد ذلك نريد أن نعرف من هو الساحر والعراف ومن هو الساحر والعراف والعراف الذي يدعي معرفة الأشياء عن بعض الأشياء أو المنجم الذي ينظر في النجوم أيضاً نريد أن نعرف من هو الساحر الواجب كل من يدعي علم الغيب كل من يدعي الله كيف يسمى أن نعرف من هو الساحر والعراف من الذي يدعي علم الغيب من الله من الذي يدعي علم الغيب من الواجب كل من يدعي الكثير والعراف فَمَّنْ تَقَلَ الْمُعَلِّفِ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَا إِلَىٰ بَابَ التَّطَيُّرْ التَّطَيُّرْ هو التَّشَاعُم نعم and then after this the author he moved on to the next chapter which is التَّطَيُّرْ and the meaning of تَطَيُّرْ in english is looking at certain things and taking omens, bad omens from certain things التَّطَيُّرْ هو التَّشَاعُم يعني ما يتفاعل يتشاهم so therefore التَّطَيُّرْ is like being pessimistic or taking omens or bad omens from certain things or certain occurrences and not being optimistic and being positive يتشاهم بماذا so this person he's pessimistic or he takes omens from which things يتشاهم بأشياء يراها sometimes from things which you can see أولاً يعني أنا أرى كثيرة الآن يعني ينام ما ملأ ما وعندما انتهت الدرس الكل مستيقظ ما شاء الله صحيح؟ صحيح تقدم صحيح صحيح يقولون تطير إليس نظر نوع من نوع الطير أو نوع من نوع الحيوانات أو يرى إذا خرج فيه مرض أو عها يتطير به أو مثلا أو أيضاً يفضل لنزل في الماركة في العثور ويبدأي شخص آخر قطعاً أو شخص آخر أو يبدأ مجرد شخص آخر أو يبدأ أنه يبدو مجرد شخص آخر ويبدو أنه يبدو أنه يبدو مجرد في الشخص من المستقبل أو أجل أن يسمع صوت للحيوان أو يسمع، إنسان يقول آخر يعني أنت غير موفق فيتطير بهذه الكلمة نعم أو يتطير بأزمنة يعني مثلا يقول لا الموعد ما تجعل في يوم السبت هذا يوم السبت عندي يوم مشؤوم نعم نعم and also a person he can see an omen through particular times so he says for example that look don't make our meeting on a Saturday because Saturday for me it is bad luck أو يتطير ويتشاهم بأمكنة يقول أنا ما أمشي من هذا الشارع لأنني مشيت قبل وحصل لي حادث or a person he sees bad omens or he takes as a bad omen particular places so he'll say for example that I'm not going to use this street today in my route because last time I used it something happened to me أمثل على التطير so examples upon examples for omens أراد متردد هو الآن هل يتزوج أو لا a person he's unsure of whether he should marry or not فيأخذ وردة so therefore he takes a rose ويقول أتزوج لا أتزوج أتزوج لا أتزوج أتزوج المهم يُعلموا الأولاد الصغار إذا أراد أن يختار عنده إما أن يمشي يسافر أو لا يسافر فيعلموا أشياء and also people teaching children certain things so for example they say that if you want to do one of these two things i travel or don't travel then what should you do you should say أنا لا أعرف يعني باللغة الإنجليزية كيف تكون لكن هم يعلموهم عندنا so I don't know how to say this in English or how he said it in English but they teach the children with us تقول حادي بادي كرومبو زبادي شاله حطه كله في هذي إينا نمشي هكذا موجود إينا هذا من الاستقسام بالأسلام من صنع الجاهلية أنهم كانوا إذا أرادوا السفر أو كذا يأتوا بالأقلام أو كذا ويصنعوا مثل ما يعلموا الصغار الأمين نعم 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 So this these type of things that we are teaching our children now is being taught to our children this is from the ways of الجاهلية أيضا مشرقين before the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم these are the things that they used to do take for example certain stakes or certain rhymes or certain things and then teach the children and base their decisions on these أو يأخذ المصحف أو for example a person takes a مصحف a copy of the Quran يأخذ المصحف ويفتح كلا and a person he takes a مصحف and he opens it like this on a random page وقع نظر على آية فيها رحمة قال تسوجنا if his sight if his sight falls upon an آية which mentions mercy say right we're going to get married آية فيها عذاب ودخل جهنم قال أعوذ بالله لا نتسوج هذا تطير بالقرآن أو بعض الناس يضحك أو الآن بعض الناس يضحك فقل له آخر الله يكفي نشر الضحك يعني هذا الضحك لا أود أن تأتي بعده بعد الضحك مصيبة كان يعرف علم أي الدعي علم الغيب a person laughs نعم a person laughs and then another person will say something terrible is going to happen because he's left may Allah save us from what's going to come after his laughing it's as if a person is claiming that he has knowledge of the unseen or something is going to happen after this person laughing ضحك النبي صلى الله عليه وسلم the prophet صلى الله عليه وسلم he laughed ولم يقل أحد الله كفي نشر الضحك أن يأتي بعد الضحك كذا and nobody said oh Allah save us from the evil of this laughing أو يقابل إنسان فالصباح به آه أو كذا أو إنسان يعني فيه يعني لون في بشرة أو كذا يقول أعوذ بالله or a person in the morning when he goes out he meets another person and he has a disability or he has a problem with his skin and he says I seek refuge in Allah عندما يقول أعوذ بالله قول أعوذ بالله هنا تطيور as soon as a person says أعوذ بالله in this instance as soon as a person seeks refuge in Allah in this instance when he sees for example a disabled person then this now becomes التطيور أو خير يقول خير عندما يرى فلان يقول الله يجعله خير عندما يرى فلان من الناس يقول الله يجعل هذا خير أو when a person meets another person a particular person he says that may Allah make some goodness out of this أو يقول امسك الخشب أو he says as he said now touch wood the english they say touch wood أو يقول إذا بدأ في عين اليمين يعني خير عين الاسار يعني شر أو if a person starts to rub his right eye they say this is goodness if a person rubs his left eye then this is something which is evil or something bad is going to happen وأشياء كثيرة جدا and many many things الموحد والمشرك the person of التوحيد and the person of الشرك الموحد دائما يتفاعل so the person of التوحيد he always remains optimistic الفعل والمشرك والمنافق دائما يتطيب and as for the mushرك the person of الشرك or the person of disbelief then he always takes these bad omens or he's always pessimistic الموحد التفاعل حكم مستحب التفاعل مستحب so as for the muwahid then remaining optimistic then this is something which is encouraged and recommended in the sharia والتطيور شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر and as for taking these bad omens then this is a minor form of shirk which may lead to a major form of shirk التفاعل حسن ظن بالله so being optimistic is having good thoughts and good opinions of Allah والتطيور سوء ظن بالله and as for looking at bad omens or being very pessimistic then this is having a bad suspicion or an evil thought of Allah التفاعل يعطي القلب انشرح يعني ينشرح صدره دائما يكون منشرح الصدر فرح مطمئن مسرور نعم سنقول I'm translating التفاعل as being optimism and I think والتطيور ضيق في الصدر ضيق صدر نعم anyway التفاعل this level of optimism and having a good thought of Allah then this brings about a person's heart being relieved and a person's thoughts you know feeling good and being optimistic and tranquil as for bad omens or being very pessimistic then this brings a type of restriction and tension in one's chest or mind التطيور ما أمضاك وردك يعني ما جعلت تمضي بهذا الأمر أو ترجع كما قلنا في فتح المصحف أنه يتزوج أو لا يتزوج نعم so this تطيور these omens that people take it is that thing which causes a person to either do something or not do something as we mentioned regarding the Quran a person opens a مسحف and because of this thing right he'll do this thing or if he looks somewhere else he won't do this thing one of the kings he wants to go out and hunt so the minister said to him one of his ministers I'll come with you and we'll both go and hunt the king said come with me and there's no problem so when they both wanted or when the minister wanted to go with him and to go and hunt the finger of the king it was injured it was cut so therefore the minister said to the king الحمد لله لعل هذا خير نعم so then the minister said to the king that or praise you to Allah maybe this is something which is good لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير because the prophet صلى الله عليه وسلم said that how good is an affair of a Muslim or a believer that all all of his situation is always good غضب الملك من الوزين the king he became angry upon the minister وقال and he said فرحتني قطعت that the king said that now you're becoming happy when I've been cut or been injured أدخلوه السجن take him into the prison فأدخل الوزين للسجن وأغلق عليه الباب so the king he entered the minister into the prison and he locked the door قال سجنت he said now you have been jailed قال نعم he said yes the minister said yes فقال يعني مستهزئا به لعله خير and then the king trying to mock him he said maybe this is also goodness هذا أمر كتب الله عليك this is something which Allah has decreed for you خير goodness أبقى في السجن stay in prison ثم خرج الملك إلى الصيد and then the king he proceeded to his hunting واما في الصيد and whilst he is hunting وجدوا جماعة من الناس وامسكوا وامسكوا بالملك whilst he was hunting a group of people they found the king and they held the king قال ماذا تريدو so the king said to those people what do you want قالوا نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة يعني ذبح لغير الله the people said there is a few days now that we have been searching for somebody who we can sacrifice for the idols killed for the sake of the idols قال أنا ملك and then this person said look I am a king قال الحمد لله أنت كبش سمين أحسن ما يكون قربان للآلهة and they said that good you are the best form of a sacrificial lamb and therefore the best form of sacrifice for the idols قيدوا so they jailed him فعندما وضعوا القيد في يده وجدوه مقطوع الاسبع so they عندما أراد وضع القيد في يده وجدوه مقطوع الاسبع so they cuffed him and when they cuffed him they were cuffing his hands they saw that his finger it was cut قالوا أنت معيب لا تصلح أن تكون قربان للآلهة الآلهة لا أود أن نقدم لها قربان سليم and then when they saw this cut on his finger they said no there's a deficiency in you and when we sacrifice something for the idols then we sacrifice something which is perfect and complete and he has no cuts or injuries فارح الملك وراجع إلى الوزير و أخرجوا من السجن so then the king he became happy and he went to the prison and he took the minister out قال الحمد لله والله إن قطع خير he said oh praise you for Allah this cut that came upon my finger it was goodness قال الوزير لا then the minister he said no إن سجني خير he said rather my prisoning my imprisonment this was goodness قال لماذا he said why قال لو خرشت معك للصيد أنا لست بمعيب كنت الآن في عداد الأموال he said that if I had gone with you to hunting because I have no cuts on me I would have been the one who was sacrificed إذن الموحد لا يتطير أبدا ولا تشاء and therefore الموحد the person of التوحيد he never sees bad omens he never becomes very pessimistic بعض الناس هدان الله إياه يظن أنه دائما أموره تتعثر وما يدخل في مكان إلا ويحصل في هذا المكان مصيبة يعني عندنا يقول أنه هذا شرارة معك تترجم شرارة يعني منحوس يعني دائما ما يدخل في مكان إلا ويخرب كل شيء he said some people ملاقايدا and them they always have these problems or this type of bad luck they claim that whenever they enter into a place something wrong is going to happen or with us there are people they say that if this person whatever he does wherever he goes something bad is going to happen or bad luck occurs because of this person أو بعض الناس يعني ما يريد بعض الاشخاص يقول هذا ما يذهب معنا أبدا or some people they don't want to go with particular people they say this person we don't ever want him to come with us or walk with us لأن هذا كالقنبل معنا دائما أرسل في القديم عندنا مالك من الملوك رجل إلى العراق في القديم قبل يعني سنوات كثيرة هذا ما كثف العراق ثم رجع إلينا فقال له هذا الملك قال أنتا شؤم على العراق يعني عندما ذابت ل العراق قضيت علم كل قنبل أنتا واحدا سنوات كثيرة فقال هذا الرجل لهذا الملك قال هذا الرجل قال هذا الرجل إذن إرسلني إلى اليهود لا تحتاج في قتال إلى قنابل أو أسرحة أنا أكفي واحد أقضي عليهم وأرتفع رجل لا تحتاج یا أخه إشرح ذلك 除 بأمر إلينا ذ Ming إذاً تقرس إذاً ما يصح إن تقول أيها أخم أخو أيها تعالها ardan لا خطو هدا� سيئل هل السبك أ убийاته أهلا هذا نفس عذا فقط هذه البائ glimp هذا من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر طيب ما هو علاج التطيور دراسة التوحيد تتفاعل دائما ولا تتطيور وتتشاء لا يجعلك هذا التطيور تمضي أو ترجع تقول الدعا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم أنك معتمد على الله وكل ما يقدر الله عليك فهو خير أنك تذهب في طريقك وكذلك تتفاعل الله عليك وكذلك تتفاعل الله عليك فهو خير الاستخارة صلاة الاستخارة متى تكون صلاة الاستخارة إذا كان متردد هل يتزوج أو لا يتزوج هل يقوم بالدعاء أما إذا عزم على الزواج بفلانا مثلاً أتفاق مع الوالي الآن يصلي ركعتين الآن بعد هذه التطيور الآن يتزوج 2 ركعت غير الفريضة ويقول قبل التسليم وبعد قراءة التشهد والصلاة لإبراهيمية والاستعاذ بالله من أربع دعاء الاستخارة So before the tasleem and after reciting the tashahud and after reciting or sending salutations and blessings upon the Prophet صلى الله عليه وسلم and after seeking refuge from those 4 things i.e. the duas that you say in your prayer but before the tasleem then you should say يقول دعاء الاستخارة then a person says the supplication of الاستخارة ثم بعد هذا يمضي في هذا النكاح and then after this he carries on and he proceeds with this marriage وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعاله he has left this affair or he has entrusted this affair with الله حصل له حادث في الطريق ووذاب للزوجة however on his way and he's going towards his wife there's an accident for example هذا يترك النكاح should he now leave off his marriage لا لا علاقة لهذا ما يتطيب no there's no relation to this with his استخارة a person should not see this as a bad omen لا يرجع إلا لسبب شرعي أو سبب حسي he should not return back he should not go back on this decision to marry this woman except due to a legislated islamic reason or something which is real and unfelt or sensed وصل إلى بيت الزوجة وجدها ماتت ولله الحمد نعم so for example he goes to the house of this woman or his wife and he finds that she has passed away and all praise due to Allah الحمد لله إذا نقول هذا الذي قدر الله عليه وكل ما يقدر الله عليه فهو خير نعم and then he says that this is what Allah has decreed for me and everything which Allah has decreed for me then it is goodness and all praise due to Allah قال الله وليا الزوجة مثلا the guardian of the woman that he wants to marry he says to him لابد في ليلة العرس أن تأتي لنا بالخم والدخان والراقص والغنى he says to him that look on the night of the wedding then you have to come to us with alcohol and music and dancing قال لا ما يهجوز and this person says no this is not allowed هذه كبائر and these are the major sins قال إما أن تأتي به هذه الأشياء أو لا نكاح and the guardian says that either you bring these things like music and dancing or there's no نكاح there's no wedding يقول الحمد لله ما أريد أن تزوج أنا استخرت الله هذا الذي قاكتب الله خير الحمد لله and then this person says الحمد لله I don't need to marry because I performed الاستخارة I sought guidance from Allah and this is what Allah has decreed for me أما حصل له حادث رأى شيء من الطير سامع أو كذا هذا لا يلتفت إليه أو منام أو منام as for somebody who has a dream or he sees something or he has an accident or something else like this on the way then this has no relation to the استخارة لأن بعض الناس يقول because some people they say بعد الاستخارة تنام that after praying the استخارة صلاة الاستخارة you need to go to sleep ثم إذا رأيت في المنام أشياء طيبة وكذا معنى هذا أن هذا الاستخارة جيد تمضي فيها so in your sleep if you see in your dream good things and something which is good and this means that your استخارة is towards goodness that you should do this thing ورأيت أحلام مزعجة and that's for if you see dreams which are disturbing تترك النكاح then leave off this marriage هذا تطيب this now is تطيب ما علاقة النوم بالاستخارة there is no relationship or link between sleeping and seeing dreams to صلاة الاستخارة إذا أخوانا and therefore our brothers هذا التطيب يعني واقع فيه كثير من الناس صلى الله عليه وسلم this type of تطيب seeing omens in things that many people are falling into it فلابد من الحذر منه and therefore you have to be careful and be cautious of it والتحذر منه and also warn against it نكتب شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر لأن بالأمس رأيتو رجل أو أصغر وقالت من حذر من خلاله وقالت أن التطيب seeing these bad type of omens or seeing things as omens is this shirk أصغر a minor form of shirk or a major form of shirk and the shaykh حفظ الله he said that seeing things as omens this is a minor form of shirk which can lead to a major form of shirk نعم نعم بالأمس رأيتو رجل وكان أظن كان مجنون وقلت إليه أعوذ بالله وأخاف الآن لأن لا نعم 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 طيب and the brother said that yesterday I saw a man and he was insane or mentally disabled and straightway I said أعوذ بالله seek refuge of Allah and I'm scared that maybe this is now shirk أصغر نعم إحنا قلنا ترى أي شيء ما تذكر ذكر من الأذكار محدد إلا ويكون لهذا دليل وأحيانا قلنا يرى بعض الأشخاص يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من باب التطير لكن إذا قال أعوذ بالله من هذا يعني حتى يعيذ الله سبحانه وتعالى منشر هذا لأنه قد يضرب أو تعرف ما أكثر المجانين في بعض البلدان ما أكثر المجانين في بعض البلدان نعم ما أكثر المجانين نعم هذا المجانين في بعض البلدان and in some countries and maybe the sheikh is referring to this country how many insane people do we see لا 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 there are many insane people and so maybe you say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم you seek refuge in الله because you are seeking refuge in الله from the evil of these people فالآن نحن تعلمنا So now we have learned That that which has happened previously Then you seek Allah's forgiveness So we have to know التوحيد And we also have to learn and know الشرق And once we know Then the evidence has been established upon us So the brother he asked That person who is known For openly committing sins And therefore we don't want to walk with him Is this now التطيير Is this now seeking bad orders And the Sheikh Hafizullah he said That sitting with people of sins And who publicly openly sin Is this something which is permitted It's not permitted So this is now an Islamically legislated reason Not to go within So the Sheikh said that I entered into a lift and escalator And then for example As shaytan from amongst the shaytan He also enters into this lift Shayatine 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 And shayatine From amongst the jinn Oh A female shaytan فماذا تسنع؟ تنزل و تترك المسعد لها و تترك المسعد لها هل هذا من التطيور؟ لا، لأنك ما تضمن ما تعمل على نفسك هذا ليس من التطيور لأنك لا تشعر بخصوص أو لا تؤمنك هذا ليس من التطيور هذا ليس من التطيور هذا من الشريعة مفهوم؟ تدخل مكان و تجد أن هذا المكان فيه خمور و فيه معازف و فيه كذا ماذا تسنع؟ تبقى تقول إذا خرشت تطيور أعوذ بالله تخرج و لا بد نعم أنت تترك المسعد لك و تترك المسعد لك ماذا تفعل؟ هل تفعل؟ أنت تترك المسعد لك نعم 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 that everything that you are going to say it is the truth. So this was a muqaddim or an introduction before he spoke to the Prophet صلى الله عليه وسلم. So some people now they come whilst you're walking and like this they tug you and say I have a question. The shaykh said that some people when they want to ask you a question and you're walking they'll tug you and they'll hold you like this or they'll click their fingers like this. Whereas other people that say may Allah show you goodness. may Allah make you a cause of benefit. So even if you don't end up answering a question you say to him Jazakallah Khair may Allah reward you. Shaykh Ibn Uthamir Rahim Allah he says he says sometimes a questioner comes to me and he asks me a question whilst I'm walking and yet and the weather is warm and he says I have a question. and the shaykh says to him wait a show a while until you enter into the masjad and it's a bit cooler there and then I will give you the answer. And then this questioner and then the questioner says to the shaykh Shaykh Ibn Uthamir that Allah says that the or that the heat of the hellfire it is more severe and more warm only for you to know. And the shaykh says I'm not able to speak right now because of the heat. I don't remember the issues now. And then this person says to the shaykh whoever conceals an issue of knowledge or whoever conceals some knowledge then you'll be chained from the chains of the fire. Now. Ah, now. It's like So the questioner the question is يأتي اتصال that a phone call comes من you say who ينظر البيت يعني الزوجة نعم نعم So he looks first is it from the house is it from the wine قبل أن يرد يقول الله مستعان هذه مصيبة كبيرة اليوم So a person he looks and when he sees that the phone call is from his wife or a home he says you've got a problem now this is going to be a big problem حتى هو يغير اسم الزوجة هنا في الجوال and he even changes the name of his wife in his mobile phone يكتب يعني لها اسم So he gives her like a different name So he makes the ID of his wife 999 مثلا هذا التطير أو قبل يرد يقول الله اجعل خير يا رب التطير لماذا ما يتفاعل يقول تتسل بها الزوجة الحمد إلا هذا خبر سعيد ماذا حدث ما شاء الله الغتاء جاهز الحمد إلا نعم دائما يتفاعل قلنا الموحد هذا من التطير النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن والاسم الحسن لذلك الآن لا بد أن نغير أسمع بعض الأشخاص عندنا لابد يكون الاسم اسم حسن ما يمكن أن تسمي يعني أسماء يعني إلا أسماء حسنة طيبة فإذا كان لديه اسم من أسماء الكفر يغير هذا الاسم لكن يغيره باسم واحد لأنه اللي آن الواقع اليوم أنه له أكثر من اسم لا اسم واحد فقط نعم كيف أكثر من اسم أول اسم أول اسم الثاني كيف أسم العائلة؟ لا يعني مثلا اسمه مايكل فنغير اسمه صح؟ ولا بد بوش مثلا مفهوم؟ يعني نغير له هذا الاسم نعم فالقديم in the olden days كان الناس يسمو يسمو الأولاد للأعداف in the olden days the people the fathers they used to name their children for the sake of the enemies لماذا؟ لأنه يسمى الولد أسد لأنه يسمى الولد أسد أو حرب أو حرب أو صخر أو صخر يعني كثيرا يسمع الأعداء بقدوم جيش يقول من في الجيش ويقول من في الجيش يقول من في الجيش أسد وعالي وحرب وصخر يقول هذا جيش قوي وزمنا قبل أن تبدأ المعركة قبل أن تبدأ المعركة تكون يعني يخرج واحد من الفريق الأول واحد أو اثنين أو ثلاثة من الفريق الأول حتى يعني تبدأ المعركة هذا قبل المعركة نعم نعم فخارج ثلاثة من المشركين يقول من المعركة ثلاثة من المشركين في الوقت أظن حتى الوصول أصلى الله وعلا تبدأ المعركة ومع ذلك مما مكتبات أول يسمى بالواليد واليد يعني آم مولود صديق هذا لا يسرح للحرب أنت ذلك بالأساتي التي اعطى من دارة مصرح أفضل دائما الأول فسب تلك الناس الأول وهي نخلص أفضل يضع من صاحب الثاني شيبة يعني كبير في السن لا يصلاح القتال كذلك وليس أفضل الثالث عُتبا يعني يُعاتب على كل شيء ثالث عُتبا يعني يُعاتب على كل شيء خارج لهم من المسلمين عَلِي رضي الله عنه ومنهم يُعاتب علىك حدث شيء يُعاتب علىك هؤلاء الثلاثة من المشركين قتلوا من حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن لدينا أشكال اليوم أن بعض الناس له أكثر من اسم لا أشكال في الكنية لا أشكال، أبو العباس، أبو زيد، لا أشكال لا أشكال، أبو العباس، أبو زيد، لا أشكال لكن له اسم واحد قال لا، أنا اسمي حسن، سعيد، وصالح، ليه ثلاثة أسماء لا، لا، أنا اسم حسن، سعيد، وصالح، ليه ثلاثة أسماء لا، لا يصح هذا، له اسم واحد نعم، أو يقول أن كان قبل الإسلام يسمى بجورج ببوش مثلا والآن يسمى بعبد الرحمن، هذا صحيح نعم، نكتفي بهذا المكتاب والله أعلم وصلا الله عن نبيه ومحمد وعلي وصحبه وصلاه الدرس الساعة إن شاء الله ثانية عشر قبل الضبط